اللي محبي فصل الصيف واللي بيحبه الجو الحر أعيز أقولكم أن ده من أشهر الفصول اللي بتنتشر في الفيروسات المعاوية وأمراض الجهاز الهضمي زي مثلا التهابات المعدة والأمعاء ومتلازمة القولون العصبي وغيرها من الأمراض اللي ممكن ينتج عنها مضاعفات لو أهملنا يعني متلازمة القولون العصبي والقلق اللي بيحصل ده نتيجة الصيف؟ بيقوله طيب على كل نحن النهاردة هنتعرف على إيه اللي مفروض نمشي عليه لتجنب أي مشكلات صحية خاصة بالمعدة في فصل الصيف كل هذه التفاصيل هنعرفها من ضفنا دكتور محمد عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد للنوار ما سبع الخير عليك دكتور سبع الخير أسوة محمد سبع الخير أسوة أسنة أهلا بكي فاندم في البداية إيه هو الفيروس المعوي اللي ممكن ينتشر في هذا التوقيت؟ نشوف يعني الفيروس المعوي يعني تعرف فيروسات عموما يعني هي مجموعة يعني كائنات دقيقة جدا جدا أصغر من المكروبات وهي مشكلة إنها عشان تستوطن الجسم دازم تدخل خلية وبتتحكم في الخلية دي الفيروسات المعوية يعني بيسموها هي أساسا بتيجي عن طريق الجهاز الهضمي ولكن من الممكن إنها بتسبب أعراض خارج الجهاز الهضم يعني هي بالإنجليش اسمها انتيروفيروس الانتيروفيروس فيه مجمعات كبيرة جدا وسلالات كثيرة جدا جدا وبتنتمي المجموعة اسمها الحمض الريبي فيه RNA وفيه DNA الـ RNA لسادة المشاهدين زي الكورونا والحاجات دي والأنفلونزا يعني مجموعات من الفيروسات وفيروس A وC دي مجموعات الـ RNA مشكلة الـ RNA دي من ضمنها الفيروسات المعوية إنها متحورة شوية وصعب إن انت يعني تلاقي علاج تخصصي لكن الحمد لله الفيروسات كبيرة لقينا علاج تخصصي فالفيروسات المعوية أساسا بتصيب الجهاز الهضمي وتدي أعراض ولكن تتدرج الخطورة من أعراض بسيطة يعني ممكن سخنية سخنية تدرج بسيطة ولكن سخنية اللي متيجي للأطفال أقل من 3 شهور فوق 38 أخلي بالي من 3 شهور 6 شهور فوق 39 أخلي بالي لأكثر من كده فوق 40 أخلي بالي قوي لو حصل في صعوبة بتوافية معها سؤال بكوحة يعني سيلان الأنف تعب في العضلات الحاجات دي كلها لو حصل في صعوبة في التنفس ولو حصل من ضمنه مضاعفات ليها ودي خلى العالم كله ينتنبه ليها نوع من الشلل بييجي في النخاع نفسه بيسموه أكيوت فلاسد مايلايتس بيصيب النخاع نفسه بيدي الشلل في العضلات معظم الحالات بتتحسن بتبقى الشلل دائم ودي غير شلل أطفال يعني شل أطفال برد من مجموعات الفيروسات أبل بس ما نفهد في النقطة دي دكتور يعني إيه علاقة ده أصلا بالصيف يعني إيه علاقة الدلب يعني لما بيحصل بالدرجة الحرارة لما بتعلى شوف فما لقوا علاقة بين انتشار بعض الفيروسات وفصول السنة فالفيروسات المعوية اللقوها أكتر في الصيف والخريف مش الربيع لا الصيف وليه والخريف وكان يعني الانتباه أكتر كان في أمريكا يمكن حصل زي وباء دي هذه الفيروسات خاصة في 2014 و2018 ويعني خلينا نقول إحنا العالم كله بقى متخوف دلوقتي يعني بعد الكوفيد 19 وحكاية دي الوباء العالمي وكلام ده كله أصبح العالم دلوقتي بيخلي باله قوي من مسألة الفيروسات يعني دلوقتي أطبح العلاقة بين أجهزة الجسم والإصابة بفيروسات حتى لو بيجي في جزء أو عضو معين من الممكن يأثر على الحالة العامة لليه للجسم فهنا لاتجاه المنظمة الصحة العالمية واتجاه العالمي كله إزاي نقدر نواجه أي خطر محتمل في أي جزء من العالم حضرك عارف اللوقتي العالم كله زي كرية صغيرة ممكن دولة تصيب دولة أخرى مفتوح على بعض بالضبط كده بس إحنا في مصر عندنا بنواجه ده يعني بيجي لنا حالات كتير شوفها ماشمز بايدة يعني عايزة أقول بس كملحوظة إن إحنا يعني الفيروسات المعوية دي أكتر من مليار نسمة سنوين عام سوى العالم بيصابوا بيها فالفكرة إن هو معظمة بيجي بسيط جدا جدا الغالبية العظمة بفيش أي مضعفات لكن إحنا قلنا نخلي بالنا من أهلينا والكلام ده لو اللحظوا خاصة من السن الأقل من 16 سنة لو أعراض الجهاز التنفسي العلوي وأصاحبه أعراض الجهاز الهضمي إذا كان بقى قيء إسهال ولو حصل لأقدر صعوبة في التنفس أو مسألة ضعف في العضلات لأ هنا أخلي بالي ولازم أوصل أو أتجه ليه لاتجاه الطب الصحيح للمختصين على فكرة كان في أطفال الفترة اللي فاتت عندهم الأعراض ده هل بيبقى بسعب أكل مش كويس ممتاز هو طبعا سبب العدوى حاجاتك تقريب يعني سبب الرزاز يعني من واحد مصاب أو طفل مصاب للأخرين أو أننا يعني الطفل ده كل معلقة أو كل بطبق أو كوباية شرب كوباية وحد شرب مكانه دي كده أو اللعاب أو أي حاجة إفرازات الطفل ده جد على سطح معين وحد تاني لمس كده عشان كده بنقول أننا نتجنب دايما ونعلم ولادنا إزاي الصحة العامة وفي نقطة جدا همة جدا جدا لو تسمحوا لي وتعلمناها من أيام كوفيد صراحة هي مسألة تغسل الأيدي يعني فعلا عشان يعني أدي الوقاية المهمة أو عن طريق الرزاز عرفنا يعني عندنا خبرة دلوقتي لو طفل عيان أو واحد عيان حتى اللي ممكن نصيب الشباب ممكن حتى كبير وعنده نقص في المناعة واحد بيغضاء لك كنصر واحد عنده نقص مناعة لأي سبب فنقول له خلي بالك لصباح لو فيه حد عيان ابعد عنه حتى لو قحة يعني أنت عارفها يعني حتى من أيام كورونا ما قدرش أقول أن دي كورونا أو نازل برد أو أنفل ومزة أو يعني أنواع كثير قوي يعني كورونا عودتنا برضو أن الأسطحنا نخب بالنا منها من المساج بالضبط